اشتركوا في القناة اليوم خبر مؤلم وحزين جدا اعلنه احدى احد المستشفيات الخاصة في مدينة الاسكندرية وهو وفاة شيماء باشا عروس كفر الشيخ شيماء تعرضت لحادث اثناء زفافها وهي عروس انقلبت سيارة الزفة التي كانت تستقل لها هي وصديقتها وعرسها في ترع الديبي في كفر الشيخ وهي قادمة من مطوبص بعد انتهاءها من زنتها وتهيئتها كعروس انقلبت في السيارة بهم في ترع الديبي توفت صديقتها نورهان على الفور في هذا الحادث مصابة بسفيكسيا الغرق وانتقلت بعدها شيماء باشا العروس الى العناية المركزة بعد توقف قلبها لمدة 17 ديئة قلبها توقف 17 ديئة كم دين انتقلت للعناية المركزة تم انعاشها واعادة النبض لقلبها ولكنها يعني عانت وجود سوائل حول تسبب في نقلها الى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي وعمل انبوب حنجاري لها وذلك لمدها بالاكسجين والغزاء اللازم لها العروسة زي ما قلنا تعرضت لحادث انقلاب السيارة بترعة الرشيدية بمركز رشيد بمحافظة البحيرة امام قرية ديبي او ترعة ديبي يعني زي ما بيطلق عليها وتوفت صديقتها نرهان محمد عبدالله عرفاط كان عندها 25 سنة وكانت مشهورة ومعروفة بانها يعني من اوفى الصديقات لشيماء واكتر واحدة مقربة منها يعني وكانت من الفتيات المحبوبات لدى الجميع رحمة الله عليها توفت فور وقوع الحادث مصابة بسفكسيا الغرق في قرية في مستشفى قرية اتفينة وكانت اقرب مستشفى اقتها وبعد كده اتنقلت بقى العروس شيماء اللي توفت منذ قليل في احد المستشفى الخاصة بالاسكندرية توفت منذ قليل مصابة بفشل تنفسي وقصور في الدورة الدموية كما قال مصدر بالمستشفى للتليجراف يعني حادث مأسوي كانت العروسة بتستعد للانتقال الى منزلها وبداية حياة جديدة وللأسف هذا المكان كان بداية النهاية بداية النهاية للعروس شيماء باشا يعني قلبها كان توقف لمدة تتجاوز عن السبعتاشر ديئة وطول فترة التوقف القلبي كان يعني بيتم اجراء عمليات الانعاش لها لإعادة النبض ويعني كانت محظوظة ان احدى الممرضات كانت موجودة في الطريق دوة اللي وقعت عليه الحادثة وفي الترعة دي اللي احنا بنصور دلوقتي امامها يعني الممرضة حاولت انعاشها وقامت باجراء عملية تنفس لها يعني عن طريق الفم ده ساعدها شوية ان هي يعني قلبها يعود الى النبض من جديد دخلت العناية المركزة وبعدها انتقلت الى احد المستشفيات الخاصة في مدينة الاسكندرية ويعني بقالها عشر ايام تحت جهاز التنفس الصناعي وشق حنجري بانبوب حنجري لإصال التنفس والغذاء اللازم لها ومع ذلك يعني لم تفلح جميع محاولات انقذها ولا جميع محاولات انعاشها ولقت ربها قبل دقائق يعني من هذا البس طبعا يظلت تعاني خلال الفترة العشر ايام الماضية من عدم الوعي كانت في غيبوبة تامة كان هناك محاولات دائمة لانقذها وانعاشها يعني حصلها طبعا بسبب توقف عضلة القلب وعدم يعني وصول الدم الى اعضاء الجسم حصل لها قصور في بعض اعضاء الجسم اهمها يعني الكلة يعني عانت من فشل كلوي وتم اجراء عملية غسيل كلوي تنشيطي لها كان الاطباء يعني يرجون حدوث معجزة من اجل اعادة وعيها ولكن يعني امر الله يعني سبق كل شيء كانت وقاعة محزنة ومؤسفة يعني حتى ان صديقتها اللي توفت يوم الحادث على طول اللي حضروا الجنازة قالوا ان كانتش جنازة يعني هي كانت زفة كان حضرها كل اصدقائها وعائلتها والمقربين منها واستحالة من الصدمة والحزن التام بين العائلات في القرية يعني عائلة العروس المصابة بين يدي الله وقتها في العناء المركزة وعائلة العريس وعائلة نورهان رحمة الله عليها واليوم يعني شيماء لحقت بصديقتها في موقف يعني تخشعر له الابدان لم تنتظر اطول من ذلك يعني عشرة ايام بعيدة عن صديقتها هي كانت صديقة الطفولة وكانت من الصديقات المقربات لها يعني وكانت دايما معها وكانوا دايما مع بعض في كل حاجة وتعهدوا ان هم يكونوا جنب بعض في يوم جوازهم لذلك نورهان كانت معها في سيارة الزفاف يعني معتاد ان بيكون في سيارة الزفاف والدة العروس او اختها ولكن نورهان صديقتها كانت معها شيماء شيماء اليوم فضلت ان هي متروحش البيت الزوجية وفضلت ان هي تروح لصديقتها في دار الحق يعني لحقت بها في هذا الحادث المأساوي صراحة يعني انقلبت السيارة بتاعت الزفاف في ترعة امام قرية ديبي ترعة اسمها ترعة رشدية ولكن هي كانت امام قرية ديبي قرية ديبي كانت في محافظة البحيرة اللي انقلبت فيها السيارة تم لقلها للمستشفى البحيرة العام يعني دخلت العناية المركزة وحاول الاطباء تقديم كل ما لديهم في المستشفى في مدينة دامنهور لإسعافها وانقاذها ولكن هم فضلوا نقلها الى احد المستشفيات الخاصة في الاسكندرية حيث توفت منذ قليل العروس لحقت بصديقتها التي لقت ربها في الحادث ايضا يعني كانت الظروف مهيئة وكان الامل عاد للأسرة أسرة شيماء باشا العروس بسبب وجود الممرضة اللي كانت موجودة وقت الحادث وهي اللي قامت بانعاشها وانعاش القلب طول مدة نقلها الى المستشفى وده ساعد كتير الاطباء في المستشفى لعودة القلب بشكل طبيعي يعني قامت باجراء عملية الانعاش من الفم وتوسيع مجرى التنفس من اجل اعادة شيماء للحياة من جديد واعادة نبض القلب من جديد ولكن يعني كما قلنا قدر الله كان نفذا وانتقلت الى ربها بعد عشرة ايام من محاولة اسعافها وتقديم الاسعافات اللازمة لها وعملية الغسيل الكلوي وعملية بزل ايضا السوائل من على الرئة يعني في حالة الغرق تتجمع السوائل على الرئة وهي كانت حالة العروس شيماء حاول الاطباء كثيرا جدا صراحة يعني عملية بزل الرئة واستخراج السوائل من الرئة ويعني نجحوا في ذلك ولكن كان الامر الذي لم يكن يعني له اي علاجه عملية اعادة الوعي كان الوعي من المفترض ان يعود تدريجيا يعني كما قال الطبيب المعالج لها في مستشفى الخاص بالاسكندرية في تصرحات خاصة للتليجراف قال ان يعني كان يعني نسبة عودة الوعي لها كانت لا تزيد عن 3% بالنسبة لنا ولكن احنا متعودين بيحصل في عناية المركزة معجزات كتير جدا كنا متخيلين وكنا نتمنى ان تحدث معجزة لشيماء ولكن يعني هي اختارت ان تكون بجوار صديقتها في يعني دار الحق ولحقت بصديقتها يعني بعد عشة عمر يعني كانوا عشة عمر طويلة جدا وتعاهدوا مع بعض ان هما يكونوا جنب بعض في يوم الزفاف ولكن امر الله يعني اراد ان يتم زفهما يعني وان يتم زفاف الفتتين الى السماء والى الجنة يعني كما نحتسب عند الله وندعو الله ذلك يعني لحقت شيماء العروس بصديقتها بعد عشرة ايام من محاولة اسعفها وانقاذها في المستشفى الخاص بالاسكندرية هذا هو المكان وهذا هو بداية النهاية ترعى اللي انقلبت فيها السيارة يعني مشهد مؤسف ومأساوي يعني بعض الاهالي اخبرونا اخبروا التليجراف ان صديقات العروس وصديقات نرهان يعني حضروا المكان ده اكتر من مرة يعني بيحاولوا واستوعبوا اللي حصل لاصحابهم وصديقتهم يعني المكان اللي كان نهايت في الصديقات او الصديقتين الاتنين يعني ولكن هو قدر الله ويعني الله اختار ان يكون زفاف شيماء في السماء وان تلحق بصديقتها وصديقة عمرها نرهان يعني توعدوا ان يعيش معا ومات معا يعني مش عارف نقول هي قصة وفاء بين صديقتين ولا هي يعني زفاف عروس الى الجنة بدلا من زفافها الى بيت الزوكي يعني هي كانت راجعة من مطوبص من الكوفير بعد عملية التزيين وتهيئتها واعدادها كعروس يعني بالفستان الابيض ولكن امر الله كان سابقا لارادتنا واخترها الله الى جواري وكانت بداية النهاية في هذا المكان صراحة الحزن يخيم على القرية وعلى يعني الاسرتين اسرة نرهان واسرة العروس شيماء وايضا اسرة العريس يعني الصدمة يعني شديدة جدا هي كانت عروس تتأهب وتستعد لان يعني تشارك وان تبدأ حياة جديدة وتشارك زوجها بناء حياة جديدة ولكن يعني امر الله اختار ان تكون شيماء عروس الجنة بدل من ان تكون عروس تزف الى بيت الزوجية في الدنيا تابعينا متابعي التليجراف يعني هذا كل ما لدينا عن وقعة شيماء باشا والمعروفة اعلاميا بعروس كفر الشيخ ووفاة العروس قبل قليل باحد المستشفيات الخاصة بمدينة الاسكندرية لتلحق بصديقتها نرهان عرفاط البالغة من العمر 25 عاما والتي لقيت ربها هي الاخرى ولكن لقت ربها فور وقوع الحادث لتلحق بها شيماء العروس شيماء باشا بعد عشرة ايام من محاولات الانعاش وعادت يعني رد الحياة لها ولكن يعني قدر الله وامر الله كان نفذا فوق ارادة الجميع اشكركم على متابعتكم ودهمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر